مدافع نادي الجوية أحمد إبراهيم يمهل إدارة نادي القوة الجوية مهل عشرة عيام لتسليمه مستحقاته المالية التي لم يتقاضها منذ خمسة أشهر وبخلافه سيتوجه إلى الجهات المعنية ذلك بعد أن قرر المدرب حكيم شاكر الاستغناء عن خدماته يعني بالضغم عن أهداء أحمد إبراهيم لكن هاي مستحقاته المالية يستحقها يعني لعب خمسة أشهر ما مستن المراتب شون اللواهي سلعب طوبة بعض شن رأيكم حباب يكتبوننا أراءكم بالتعليقات رتب هؤلاء اللاعبين حسب الأفضلية من وجهة نظرك صفاء هادي محمد قاسم سعد عبد الأمير إبراهيم بايش اكتبون بالتعليقات حسب الأفضلية هكذا كان رد جماهير الديوانية على عدنان درجال بعد قرار عقوبة رئيس ناديهم حسين العنكوش بالحرمان لمدة موسمين شرار حيد الرئيس نادي الكرخ يقول خبر إرغامي للموهود قوقي بالذعاب للقوة الجوية ورفض باقي العروض حارا عن الصحة ومفبرك أصلا لم نستلم أي عرض رسمي من القوة الجوية ولم يتكلم أي شخص من إدارة الفريق بشأن انتقال قوقية لفريقهم سمسارة المواقع يروجون لمثل هكذا أخبار لأجل إيهام الشارع وحثهم على سبشر الرحيد الرذيس يقطع عليهم مصادر السمسرة بمجرد وصوله لمنصب القرار موضوع انتقال اللاعب لأي نادي يعود له شخصيا وهو حر في قراره سواء ذهب للخليج أو أي نادي آخر جعفر عمران يقول أستغرب كيف يطالب الإعلام والجمهور من منتخب لم يستطع الفوز على لبنان وسوريا بالصعود إلى كأس العالم تشوفون كلام صحيح لو عدكم رأي مخالف ثلاثة اندية من شرق القارة وصلت إلى الدور 16 من دور أبطال آسيا هذه الاندية طبقت نظام الاحتراف فأصبحت تنافس اندية كوريا الجنوبية واليابان واستراليا الاندية هي بانكوك جلاستايل اندي نادي كياتشي من هونغ كونغ جوهر دار التعظيم الماليزي ستحجز هذه الدول مكانا لها في كأس العالم 2026 بينما ما زلنا نبدل ثلاثي مدرب في الموسم ونفس المدربين ينتقلون بين الاندية ليس لخبرتهم الكبيرة بل لأنهم يعملون بدون شرط جزائي حبا تقلبي هنا وصلنا نهاية الفيديو اشترك في القناة افعل الجرس شارك المقطع لأصدقائك ليصلكم كل جديد كما معكم انا سفي حمان الله نلتقى في الفيديو الجديد